دعوتك يا كنحب فلم تجيبني وكيف يجيبني البلد القفار أجيبني يا كليب خلاك ثمون لقد فجعت بفارسها نزار هو عدي ابن ربيعة ابن الحارث التغلبي توفي في خمسمائة وواحد وثلاثون للميلاد هو من بني جشم من تغلب من ربيعة ابو ليلا المهلهل هو شاعر من أبطال العرب في الجاهلية من أهل نجد وهو خال امرئ القيس قيل لقب مهلهلا لأنه أول من هلهل نسج الشعر أي رققه وكان من أصبح الناس وجها ومن أفصحهم لسانا عكف في صباه على اللهو والتغزل بالنساء فسماه أخوه كليب زير النساء أي جليسهن ولما قتل جساس ابن مرة كليبا ثار المهلهل فانقطع عن الشراب واللهو وآلى إلى أن يثأر لأخيه فكانت وقائع بكر وتغلب التي دامت سنوات طويلة وكانت للمهلهل فيها العجائب والأخبار الكثيرة وكان المهلهل القائم بحرب البسوس ورئيس تغلب فلما كان يوم قضة وهو آخر أيامهم وكان على تغلب أسر الحارث بن عباد مهلهلا وهو لا يعرفه فقال له الحارث تدلني على عدي بن ربيعة المهلهل وأنت آمن فقال له المهلهل إن دللتك على عدي فأنا آمن ولي دمي قال الحارث نعم قال فأنا عدي فجز ناصيته وتركه ثم خرج مهلهل فلحق باليمن فنزل في جنب فخطبوا إليه ابنته وقيل أخته فمنعهم فأجبروه على تزويجها وكان قد كبر وتقدم في السن وضعف حاله فجاءه أجله بعد مدة غير طويلة ويقال إن عبدين من عبيد اشتراهما مهلهل ليغزوا معه سئما منه فلما كان معه بموضع قفر أجمعا على قتله فقتلاه وبذلك انتهت حياته وحياة حرب البسوس هو الفارس الشاعر البدوي المهلهل عدي بن ربيعة ابن الحارث ابن زهير ابن جشم ابن بكر ابن حبيب ابن عمرو ابن غنم ابن تغلب ابن وائل ابن قاصط ابن هنب ابن أقصى ابن دعمي ابن جديله ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان لقب عدي بن ربيعة بألقاب عديدة من أشهرها الزير قيل إن اسمه سالم ولا يعرف لهذا الاسم مصدر والمشهور بين النسابين أن اسمه عدي كما ذكر في عدة قصائد منها قصيدته الشهيرة وهو في الأسر التي كانت سببا غير مباشر في مقتله والتي قال فيها طفلة ما ابنة المجلل البيضاء حوراء لعوب لذيذة في العناق فاذهب ما إليك غير بعيد لا يؤات العناق من في الوثاق ضربت نحرها إلي وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي أما تسميته بالزير فقد سماه أخوه كليب زير النساء أي جليسهن وقد قيل لقب مهلهلا لأنه كان يلبس ثيابا مهلهله وقد قيل بسبب قوله لما توغل في الكراع هجينهن هلهلت أثأر مالك أو سنبلا كما يقال إنه لقب مهلهلا لأنه هلهل الشعر أي أرقه وهو من الشعراء الكذبة لبيت قاله وهو ولولا الريح أسمع أهل حجر صليل البيض تقرع بالذكور قالت فيه ابنة أخيه وهي اليمامة بنت كليب لما قتل من مبلغ الحين أن مهلهلا أضحى قتيلا في الفلاة مجندلا وفي رواية أخرى أنه لما عاد العبدين إلى ابن أخيه الهجرس وأخته اليمامة قالا لهما إن عمهما قال أنشدهما هذا البيت من مبلغ الحين أن مهلهلا لله دركما ودر أبيكما فلم يفهم الهجرس مغزاء البيتين فنادى اليمامة فلما قال لها العبدان البيتين صاحت وقالت عمي لا يقول أبياتا ناقصة وإنما أراد أن يقول لنا من مبلغ الحين أن مهلهلا أضحى قتيلا في الفلاة مجندلا لله دركما ودر أبيكما لا يبرح العبدان حتى يقتلى أما كنيته أبو ليلى وذلك لأنه لم يكن له أولاد ذكور فلقب بأكبر بناته وهي ابنته ليلى وله ابنة أخرى يقال لها عبيدة وقد زوج ليلى لكلثوم ابن مالك التغلبي فولدت له عمرو بن كلثوم ابن مالك صاحب المعلق الشهيرة وزوج عبيدة لمعاوية ابن عمرو ابن معاوية الجنبي المذحجي فأنجبت له بني عبيدة وقد اختلف الرواد في أسماء بناته مع اتفاقهم على أنه لم يكن له من الذرية إلا ابنتان فقالوا ليلى وعبيدة وقالوا هند وعبيدة وقالوا سلمة وسليمة كانت أشعار المهلهل هي وسيلة من وسال الإثارة على الأخذ بالثأر فقد كان يقيم لأخيه مناحة دائمة في شعره حتى تبقى الفجيعة به حية نابضة يشعر بها أفراد قبيلته كما يشعر بها هو نفسه ومعظم القصائد التي رثى بها أخاه يصف فيها دموعه وعيونه المتقرحة ويكرر نداءه لأخيه ويذكر مآثره وكرمه وشجاعته ومن أبرز أبيات شعره ما يلي خليلي لما ألكل للدهر مني عواذل ألا إنني كنت أنا لو كان ثمة كامل نعن نعات كليبا لي فقلت لهم مادت بنا الأرض أم مادت رواسيها كليب لا خير في الدنيا ومن فيها إن أنت خليتها في من يخليها جسدت شخصية عدي بن ربيعة أزير سالم في عدة أعمال تلفازية منها مسلسل أزير سالم من بطولة سلوم حداد وسامر المصري وعابد فهد جسد الدور الممثل سلوم حداد مسلسل 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 الزير سالم في عام 1984 من بطولة محمود ياسين ويوسف شعبان وفردوس عبد الحميد جسدت دور الممثل محمود ياسين أما مسرحية الزير سالم من بطولة نبيل الحلفاوي وثريا إبراهيم جسدت دور الممثل نبيل الحلفاوي مسلسل ملحمة الحب والرحيل يحكي قصة الزير سالم وحرب البسوس جسدت دور الممثل صلاح السعدني وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته